اشتركوا في القناة 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 بالحديث عن نوردين مرابط يعني مشاهدين الكرام الكل يتساءل ونشاهد يعني على صفحات التواصل الاجتماعي لغت كثير جدا عن ان مرابط في غيبوبة مرابط سيغيب لثلاثة اسابيع ارتجاج في المخ كل هذه الامور تم تفنيدها من قبل رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجاع الذي اتصلت به يعني قبل دقائق من بداية المباراة وقال لي بالحرف ان مرابط بصحة جيدة وبانه خضع لصور اشعة في مستشفى خاص هناك في مدينة سان بيترسبورغ واثر التقم الطبي ان يبقى تحت الرعاية لمدة 24 ساعة على ان يلتحق بالمنتخب الوطني بمدينة فورونيز ابتداء من صباح الغد اي ان الحمد لله الحالة الصحية بالنسبة لنوردين مرابط جيدة وبانه يتمثل للشفاء وبان الفترة التي سيقضيها في المستشفى هي يوم واحد فقط للتعرف على حالته الصحية خبر مقمئنة سي فؤات الحمد لله يعني نتمنى بطبع الحال يعني ان لا تكون يعني الاصابة خاطرة لنشونا اللاعب يعني كان فقد وعي وللأسف بعد استضامه بارضية البيدان ويعني حتى انه كان لا نقول يعني فاق يعني ما مركش وكان بغير يرجع للميدان لكن ربما الطاقم طيبي يعني ارسع انه يعني يعني يغادر الميدان بتبع تحل نتمنى الشفاء العاجل لأحد اعمدات واحد ابرز لاعبي المنتخب المغربي في الاويناء الاخيرة وخصوصا في هذه المباراة نعم فؤاد سأبقى معك يعني من لغة الاحصائيات والارقام تسع تسديدات للمنتخب الوطني في الشوط الأول العشرين دقيقة الاولى سبعة وستين في المئة استحواذ على الكرة في المقابل يعني استحواذ ضعيف جدا كان 33% بالنسبة للمنتخب الايراني ماذا كان ينقص الاسود للتسجيل هل هذا التسرع الذي كان عليه ابناء ايرفيرونار كان تسرعا سلبيا لم يفيد المنتخب الوطني في الشوط الأول أمشي معك بعيد في الأرقام نوفل لأنه الجولة الأولى مثلا المنتخب المغربي قام 245 تمريرا منها 205 ناجحة في الوقت للمنتخب الايراني قام ب110 تمريرات 62 فقط منها كانت ناجحة نسبة ثلاثة أضعاف ديال التمريرات كانت ناجحة بالنسبة للمنتخب المغربي مقارنة بالخصم دياله الايراني تجلت السيطرة البيدانية للمنتخب المغربي لكن نقول أنك تمتلك الكرة لا يعني أنك وصلت للمرمى لأن ربما الفرص كان هناك يعني هجوم وارتكاز للاعبي المنتخب المغربي في مربع عمليات المنتخب الايراني على إطر فرصة الوحيدة ربما لأتيحت في الشوط الأول هي فرصة التي أتيحت للاعب حاكم زياش لم تحكمش في الكرة وكان أمام المرمى الفارغة ثم الفرصة الثانية هذه ليست الفرص الواضحة للمنتخب المغربي الفرص التالية منسوش تسديدة مهدي بن عطية منسوش تسديدة أيضا يونس بالهندا من غتل ولكن غالى الفرص غالى الفرص تحدث على التحكم في الكرة وكن ما شنوش فرص حقيقية الفرصة الحقيقية التي كانت تسجيل التي وتيحت للمنتخب الايراني في نهاية الجولة الأولى وتدخل الحرس محمد فرصة شبيهة مهدي بن عطية بعدها حارس المنتخب الايراني يعني هذي كتسديدة على بعد أربعة أمتار وكانت عالية كان يضرب بنفس الوضوح من هنزل لمسات يد اللاعب المدافع الايراني ولكن عندهم من فراد سيفو أدف الشوت الأول كان عندنا حناية فرصة ربما من عطية كان يضرب الكورة لما مني كان ديك الدرب كان يضربها الفوق وكان عندنا القدرة تسديدة ولكن اللي بغير رجع عليه هو تكلمنا على هولدوب أنا لا أعتقد لأنه في كورة القدرة ما كانش هولدوب كان استراتيجية هذا كيروج دخل دار واحد الاستراتيجية لعب بها ونجحت له يعني يعني مش اليوم نعم يلعب بها منذ يلعب بها إذن هو درسه جيد المنتخب المغربي ونحن لم ندرس المنتخب الايراني بشكل جيد لأنها مباراة قبل ما اللعبوها ايران حين فقدت علي كريمي فرهاد مجيدي علي دائي من يصنع الفارق داخل كتيبة المنتخب الايراني أصبح تلعب بهذه الطريقة وإيران تلعب إيران تلعب الإمكانيات التي تتوقف عليها أنا ما عنديش لعبين مهاريين دي الجيل الجيل السابق دي المنتخب الايراني دي نهاية التسعينيات كاللعب بالإمكانيات اللي عندي شفنا اللاعبين كلهم ما شاء الله لعبين ده ببنيات قوية ده ببنيات قوية من ضابطين تاكتيكيا يعني إلا جاءت تشوفوا راه تقريبا واحد 60% من توقيت المباراة اللاعب المنتخب الايراني ما تجاوجوس النسب دي الملعب دينا وأنا نخلي لك الكورة راه كي نرى السيبن شيختي دي رابع الاخترات مع الأندية اللي ربما تحس أنها أقوى أو عندها فرضيات عالية أشتد دير تتخلي لها الكورة تتسمح بها الكورة تتلعب من تلك الإمكانيات ديلك هم اجدالوا حارت لأن اللي كانوا مفاتيح اللعب هم زياشوا حارت ومن يقدوا يخلقوا الدكالاج ومن يقدوا يعطوا كورات في العمق ومن يخلقوا وبالتالي هم اجدالوا حاصرهم ورجعوا فكأن بروكبا ورجعوا بدأت انتظروا لعبوا كورة طويلة اعتمدوا على احتلتوا وشتفدوا منها راشنا كيف اكثر من مناسبة وبالتالي لعبوا على نقاط القوة ديالهم بحديث سعب القادريومير عن حارف عن زياش بالحديث عن نقاط القوة الخاصة بالمنتخب الوطني سيبن شيخا هل بالفعل استغل المنتخب الوطني نقاط القوة ولماذا شاهدنا كل هذه التغييرات على مستوى الخطة اللعب وايضا على مستوى التشكيل الرسمي يعني حتى امين حارف تواجده اساسي داخل كتيبة المنتخب الوطني لم نألف ولكن تألق ربما مع شالكة في الدولي الالماني ألقوا في المباريات الدولية الودي التي خضها المنتخب سمح له بأن أكون أساسي ولكن لماذا تأخير تموضع عن بارك بوصوفه والذي كان هو ربما الممرر الأول بعد خط الدفاع لماذا تأخير أيضا تموضع حكيم زياش حتى شوط المباراة الثاني وشاهدناه يتقدم أكثر ولماذا يلعب حكيمي في المركز الذي ألعبه بالنسبة له ايرفيرونار على العكس موقعه رسمي مع ريال مدريد كل هذه المتغيرات كل هذه الأمور ربما أضعفت نقاط قوة المتخب الوطني كان تساؤلت الحق المدرب هو اللي عنده الدراية الكافية لأنه هو اللي يدرب في الفريق هو اللي يحذر فيهم لهذا المباراة لا ضرر من انتقاد استراتيجية المدربية هنا بعض يعني نتكلموا كيف يشوفوا من النظرية يعني أنا بالنسبة لي عندك الحق في الكلام بالنسبة لي زياش اليوم ترانسبرارة بلك راح نصدم بعض الناس كين قولهم زياش اليوم كله ملعبش أنا بالنسبة لي أنا نتبع فيه الشوط المباراة وممكننا لما نعرفش واحد أخر يفهمني لأنه دخل يعني يعني بجوش اللاعبين اللي عندهم نفس الخصوصيات اللي هما زياش و زياش من حالي ونشوفه معك ونشوفه معك ونشوفه معك وتشكيل الجميع ونريد تعليق من الجميع لأنه بصراحة تشكيله فاجأت الجميع بغض النظر عن الحالة الصحية لدرار تموضع حكيمي كان بإمكانه منديل ويرجع حكيمي لمركزه الأساسي رابط لعبه في الأمام البعض يتحدث عن إصابة منديل وأنه غير جاهز يعني للمشاركة في اللقاء وهناك نرجع وهناك نرجع للاختيارات الأولية البشرية ديال إغفيروناق قبل توجه لأن الكعبي مثلا ندخل الأساسي بإمكانك تلعب ورقة رابطة يعني ما شاء نقوله أن سمع المجموعة من الأصوات التي كانت تعالى مطالبة بالكعبي لكن ربما الكعبي قدم أوراق عتمال ديالو في المباراة الويدية الأخيرة من خلال التحركات ديالو الجيدة لكن نعود ونقول بأن اللقاءات الويدية شيء ولقاءات رسمية شيء هذا من جهة ثم طريقة تلعب هذه المنتخبات الأوروبية ديالشمال أوروبا ليست هي الطريقة التي تلعب بها إيران يعني ربما منتخبات كأوكرانيا كأستونيا مثلا منتخبات للخرجات تلعب الكورة هذا ما شفناش في المنتخب الإيراني منتخب للعب بشكل متكتل تقريبا ستة لعبين في خط الدفاع وشفناش تنقطاع الحبل ما بين لعبين لمكلفين بإمداد أيوب الكعبي بالكورات اللي هما أمين حالي وحاكم زياش ما كانش هناك واحد تتواصل بين هاد اللعبين الممريرين وأيوب الكعبي وبالتالي اختفى أيضا ايوب الكعبي شفنا غضب من أرفي رونار على تمركز سلالة النوردين مرابط وتمريرات عربية تكون بعيدة كل البعد عن أيوب الكعبي ولكن عندي السؤال إذا سمحت سابقا يعني في الوقت الذي قام به كارلوس كيروش باستبدال وسط ميدان هجومي بمهاجم ثاني للضغط أكثر على المنتخب الوطني نشاهد يعني لم يكن هناك تغييرات بالنسبة للمنتخب الوطني لأن بقية الضقائق أخيرة تم إدخال مهاجم بمهاجم يعني مركز بمركز إخراج أيوب الكعبي وقبل ذلك كان إخراج أمين حارث الذي أعتقد بأنه إخراج حارث يعني لم يفيد المنتخب الوطني بقدر ما أداره هو تغيير بإدال داكوستا دخله واجهوش ديال الستوبر مع منعطية يعني باش يواجه لأنه هذا غير التاكتيك دياله والتي لعب تقريبا زاد مهاجم باش يفاجأ يعني بالطريقة اللي تلعب بها ولكن إحنا في نفس الوقت جاوبنا عليه إحنا ما كان ناس خلسنا نجاوبه عليه لأنه كان خلسنا للعب وبطريقة نحن أعتقد أنه ربما المفاجأ أو الشيء اللي أطرع المنتخب الوطني أول شيء لأن المنتخب الوطني لعب تقريبا في الإقصائيات بزياج ما كانش حارث ربما لا احتفظ بهذا الروباع اللي هو بالهندة زياج أحمد يبوصوفا اللي عندهم واحد من السجام وعندهم لعبوا عدد كبير من المباراة ربما كان غيكون إقاع غيكون التفاهم غيكون بزياج لأنه لأنه هو حاول باشي لعب بدومينور اللي هما زياج وحارث لأنه حارث هذه الاختراقات يمكن له يدوز ويسدد أو يعطي لها ديرنيا الباص ولكن للأسف لا حارث لا زياج ما نشحوش في هذه العملية هذه اللي ربما تصورها المدرب مع البداية وكذلك المرابط المرابط قال لعبك ظاهير أيمن وحنا ما تعودناش معطاش لك الإضافة على الرواق الأيمن اللي كانت يصعد وتيمد لجمه هذا هو الجوهاري سأتسأل الجوهاري والمطروح أنا عندي فريق كما كان قلو فريق فريق رسمي تشكيلة رسمية لكل ولا عرفها أي واحد المشجعين المنتخب المغربي من طفلي عنده 11 سنة إلى شيخ عنده 80 سنة يعرف بأن المنتخب المغربي سيدخل بالتشكيلة التانية المحمدي ديرار إلى غير ذلك حتى مخط الوسط إلى خط الوجوه وذي تشكيلة اللي بها حقق المنتخب المغربي النتائج جيل والإيجابية في أربع لقاءات حاسمة من تصفيات واللي جعلته أنه يمشي لكأس العالم تسأل المطروح لماذا هتتغير لماذا أنا كنتخسر لماذا هتتغير ربما كانت ديرار ولكن هل غياب لعب هل تغير منظومة هناك غياب هناك غياب لديرار واستعدت من ديرار كانت دخل حاكيمي وكانت دخل لعب يعني بلاعب منديل في الرواق الأيسر ثم كانت نحافظ على نفس تركيبة دي الوسط الميدان اللي هي بالأحمدي ومبرك بوسوفة وبلهندة وزياش وخط الهجوم والأمام كان نعطيه يعني كان نكلف كل من المرابط واللعب بطيب باش كانت نحافظ على هالتناسق وهالنسجام دي هالت المجموعة دي الآن دخلتي بمنظومة أخرى بلعبين جدود صحيح قدموا لقاءة جيدة هذا هو شؤال المنتخب مكانش خايد يعني منتخب بشهادة الجميع اسمح لي فوهد انقاطع قدم مباراة من الطراز العالي ونجد عندك سيارة الحق ولكن نذكر لا ضرر ولا ضرر سدى المشاهدين المستمعين على مواجه إداعات ميديا راديو أنا الحلقة تبث يعني بشكل مباشر على صفحة القناة على الفيسبوك ميديا ان تيفي وسيتواصل الله يبارك فيك وللضيوف أيضا رونار دار غلط في الضهير وتغيير أيضا كان خاص يدخل يوسف انساري مكان بوحدوز هذه نقطة منصف موفك يقول كان لقاء متكافئ مع أفضل نسبيه للمنتخب الوطني ولكن دهاء كارلوس كروش والتغييرات الفعالة ونظراته الثاقبة هي التي حسمت الأمور لصالح إيران وبوحدوز لا يتحمل مسؤولية الخسارة أبدا حتى نكون منصفين قبل الحديث عن بوحدوز سنعود إليه لأن لم نصل إلى مرحلة بوحدوز وأيضا الهدف القاتل الذي جاء في الدقاق الأخيرة كارلوس كروش إيرفي رونار لكل كان متسع من الوقت بعد القرعة لقراءة الخصوم ورونار قال أعددنا العدة للمنتخب الإيراني وكارلوس كروش قال أريد الانتصار في لقاء المنتخب المغربي بعد ذلك لكل حادث حديث الكل كان يعي أهمية اللقاء الأول وأن تقع في مثل هذه الأخطاء أمام منتخبات أنت تعرف أسلحته يرفض اللعب ينتظر ردة الفعل يركز على الكرات الثابتة والعالية والهجمات المرتدة فأنت تقوم بخطأ كارثي من كرة ثابتة ربما لن نقول خرجت من السباق ولكن دخلت في لغة الحسابات المعقدة أنا ما خليتني نكمل الفكرة تعي مطبيل برك لا يرضا عني اسمح لي هل يقاطعك أنا حبيت نقول أن اليوم يعني بعد النتيجة الناس تقول لي بغد يقول لي كارلوس كيروس دير مباراة كبيرة أنا بالنسبة لي وهذا يبقى رائع المتواضع هذه إيران أضع في إكيب رائع العربنا ضد بصراحة يقول ما داروا سترواباس طال الطاكتيك خلونا تيرا داروا لعبوا على المرتدة سيفري عندهم فكر تاحهم جايين به من إيران يحذروا فيه ضد الفريق المغربي باللي يخليوا تيرا ممكن المرتدات زوج ثلاثة ماركيونا وحدة فيهم صراحة وحدة في دقيقة 42 كان يسألوا بها ومشي عايب بس لكن أنت تلعب القدرات ديالك وتحقق نتيجة إيجابية في نهاية العقاب أو حتى الخروج أمام مغرب بتعادل مشي عايب هذه الواقعية نحن اليوم يعني الفريق المغربي اليوم خانتوا الفعالية وحتى الحظ الفعالية هذك لوتير كعبي لوتير تعزياش لوتير لوليد بن عطية كان فيهم إذا كانت تسجل المغرب هدف نشوفوا هذي إيران واشتسوا هجوميا صحيح حنا ما خليناش يشوفوا أنا اللي حبيت لنفهم الفكرة اللي فهمت قلت زياش لعب إكسنتري له ما لعبش لعب إكسنتري درواء يك هو يخوي من الكولوار باش يخلي المرابط يمشي قلت زياش أنا أنا نتبع فيه في الشطل ولا راو انسيت ولا راو يلعب بصراحة ما لمشي البال بس الكرة واحدة ربع مرات ماكسيموم بعد مشاعر اللي صار نتبع فيه مشارجع من جيد حاكيمي مشارجع من جيد حاكيمي رجعوا حارث ولا أدروات كي ولا حارث أدروات غابوا في زوج كاز مينت تعالى برمير ميتان اللخرى كلنا نلعبوه من غير حارث ومن غير حاكيم لا ما تنساش أنه أخرج أخرج حارث وأدخل داكوستا يعني أنا لم أفهم هذا التغيير أنا حتى إيران صحيح ما سكت الكرة يعني في النصف الساعة الأخيرة من شوط المباراة الثانية صحيح ولكن أنت لديك أسلحة أخرى قل لك علاش قل لك علاش احنا كلنا ملاح يعني الفريق أكات وليطروة مليو داروا الطريق رون ماتش ليطروة مليو بالهندة وبوصوفة وخاصة الأحمد داروا الطريق رون ماتش احنا يا بربعة وكانت تمشي ضغطين والبيت يدور كما نقولون كل مرة كي ولا بتروة وش معلتها معلتها حاب يصرح حاب يصرح الوليد اللي دخل في مرابط ويصرح الحاكمي بشي يمشي الحاكمي مربوط على رجل لا يستطيع يمشي على الجهة والوليد المرابط دخل أوت دخل البرمي بالون وخرج لا تشفعه هربط للكورة لا تخل مليح في الماتش بلك لكي يشوف موديل وما دارش مليح بلك بلك لذا خلطنا في الزيك سنتري وهنا لكي نرجع وكي نقول أنه ربما لما تمت الإعلان اللائحة لأنه كانت هناك مجموعة من الانتقالات أيضا للإستغناء عن بانون في خط الدفاع لأنه صرح قال أنا سندي جواق بوليفالون يعني لعاب لي غير لعاب لي يواصل ميدان وغير لعاب أنا لماذا لا نمشي أنت كمدرب يعني كناخب وطني كنتي ناخب وطني ومدرب سعب القدر يومير أيضا علش foundations غني نمشي что وغير وتقاتي روح عند system 1 أو 2 سوف ندخل بنبيل ديرار و لعاب ريال مدريد حاكيمي في الجهة اليمنى و thumbnail ولم نقص لعاب آخر ديال الريوك الأيسر فلما كانت كان فقد الخدمات ديال من الدير لسبب من الأسباب إما إصابة أو طرد فكيف سيكون عندي القطاع الغيار الثاني وإ vegetation halves في المنتاخبات العالمية نشوف الآن أي تشكيلة من المنتخبات العالمية سواء إسبانيا سواء فرنسا سواء إنجلترا عندك دو ديفونسور دو ميتيه ديال كل وقت درواء وعندك دو ديفونسور دو ميتيه في كل وقت تكون 23 لاعب يعني عشرين دوبلي وثلاثة دليجار ديارة معروفة أنا تنظن على أنه تتغير الدرت في وقت متأخر يعني بدين التغير الدقيقة 80 كانت اشتغيرات لجومية سعب بقدر يومير ونصيد بالنسبة لكوروش أخرج عميد الفريق رقم 7 وأدخل مهاجم ثاني أراد أن يلعب على الهجوء هذا كان اضطراري كما هو حل المنتخب الوطني ولكن الآن سنذهب إلى المرحلة الحاسمة التي ربما القشة التي قسمت ظهر البعير أو ظهر الأسد هدف بوحدوس يعني مع كل الاحترام والتقدير هذه بوحدوس قدم مسار طيب مع المنتخب الوطني منذ استدعائه للمرة الأولى كان معنا في كأس المهم الأفريقية في القابون سجل هدف حاسم للمنتخب الوطني ولكن بوحدوس بالتموضع الذي كان فيه لحظة تسجيل هدف تموضع خاطئ وإن اعتذر اللعب للمغاربة بعد هذا الهدف القاتل ودرف الدموع هناك في سان بيترس هو قلب الهجوم دائما في الكورة التابتة أو ضربة الزاوية يرجع والموقع دياله هو قدام في القوينت ديالي سي متر هذك هي يعني تلاحظه رولاندو تلاحظه أبروموفيش قاع المهاجمين تيجيوا لأن هذه الكورة طبعا هما لأنها تكون غالبا عندهم ضربة رأسية قادر يومير يعني كنشاهدو تصوير دموع من بوحدوز الآن ربما الأمور الفنية يعني تفضلتو حتى من ناحية الفنية نهدروا على الإنسانية لأنه شفنا هجوم شرس عليها من طرف الجمهور المغربي وأمور يعني هي أمور هذه من تاريخ كرة القدم وكنشوفو هاد الأخطاء لا يجب ما خسناش نحمله البوحدوز يعني مسؤولية هاد لأن المنتخب المغربي هي مسؤولية مشتركة كيتحملها نعطي مثال فؤاد نعطي مثال ومغربي آخر المهدي بن عطية في نهاية دور أبطال الأوروبا مما ريال مادريد ذهب للوكاس باسكيس في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع وكان المباراة في طريقة لأشواط إضافية تسببا في ركل الجزاء نتخل الريال يعني الأمثلة عديدة وعديدة جدا وريفر خان قاد ألمانيا للمباراة نهائية دير كائس لعالم 2002 وخطأ منه خلال البرازيل خاص بمباراة إسبانيا والبرتغال مشاهدين الكرام مستمعين على أمواج داعة ميديار راديو نذهب لفاصل قصير ثم نعود فلا تذهبوا بعد ألا بكم مشاهدين من جديد في الجزاء الثاني من برنامجكم ساعة المونديال وكنا نتحدث قبل قليل عن كنا نتحدث قبل قليل عن هدف روح الدوز والخطأ الكارثي وأردت أن تعلق على هذا الموضوع أحبيت يعني الناس تفهم أن هذا الشيء يصير في كورة القدم عاديا يعني محاجة عاديا الذي أحز في نفسي هو التمركز تعب وحدوز التمركز تعب وحدوز المسؤول عليه هو الحارس الحارس الذي يقول له أين يأتي أزيد شوية هكذا أرجع أيا عندي أقدم شوية من مفروض هذي اثنين جنرال موكي يأتي لعاب تمك في الموقع هذي باش يدي لتراجكتوار لبالو اللي يجوه بريمي بوتو باش يمشي يديهم حي تطويل لبالو اللي يجوه فوق راسو يخرج لهم الحارس هو التمركز تعب كان الداخل التمركز هو صحيح التمركز صحيح تقف مع البوتو مع لها القائم هو كان بعيد على القائم هذا اللي تسبب القائم تقف مع القائم يعني هذي اللازون تأخذها اللي يجي فوق راسك خاطئتك تعلقون اللي يجي قدامك لك هو جاء الداخل على القائم حتى الوقت كون جاء قدام القائم يرجحها منين جات أو يرجحها كورناير أو لذا تصرى هذي في المباراة يعني ما شي حاجة نحب يرجعها دعون تقولوا أنا المسئولية لما نحصناش نحمل لهذا اللاعب لأنه كانت هناك 94 دقيقة للمنتخب المغربي بس يشجل بس يهز الشيبك وما نسنوش حناية اللحظات الأخيرة بس يكون هناك كنت تسجل واحد ولا جوج ويسجل لأحد وزراتك المرة النتيجة غيرت تحليل المباراة صحيح نزيدك نزيدك نحن 90 دقيقة رح نقولوا باش نربحوا البورتيغال ونربحوا سبانيا 90 دقيقة نعم بقيت 5 دقيقة ولا الفريق ضعيف ولا فريق ما كانش ما لعبوش ما قلنا الفريق لعب واحد طريقة لعب بالإمكانية لأنه هنا كانوا أسلوبين دي اللاعب يعني إيران أعطتنا واحد الأسلوب اللي خلقنا احنا مشاكل هذا تكلمنا عليه ولكن المغريب استحوض سعب قادر اسمح لي عمشول إلى سان بيترسبورغ ولكن ماشي أسلوب إيران مش يخلق لك مشاغل يخلق لأي فريق آخر مشاكل اللعب بهذه العقلية الدفاعية وبهذا التمركز الكبير في مناطق الدفاع ولكن على العموم ومنتخبات فازت في كأس العالم ما الطريقة إيطاليا خمسة أهداف في كأس العالم وربحة فرنسا في ركلت الجزاء اصدقى لكلامك سعبد الحق بن شيخ قبل من انتقلوا الزميل جلال بوزرارة تحدثت أنه غيرت كل المفاهيم والتحليلات وكذا سيمو سامي على الفيسبوك يقول لك أنه إيرفي رونار مدرب يعني ناجح في أفريقيا ولا يمكن أن ينجح في المناسبات العالمية يعني هناك أمور كثيرة جدا ربما تغيرت ولكن على العموم يعني لكل الحق في التحليل والرؤية خاصة لكل إنسان على العموم نرحل مباشرة لمدينة سان بيترسبورغ حيث ينضم إلينا من هناك الزميل جلال بوزرارة جلال مساء الخير مساء الخير نوفل مساء النور لكل الحضور عيد مبارك سعيد لك ولضيوفك ولجميع متتبعي قناة ميديان تيفي وبرنامج ساعة المونديال شكرا ما كانوا كيسمعوك جلال في البلاطو قالكم مساء الخير وعيد مبارك سعيد لكل مشاهدي برنامج ساعة المونديال جلال يعني للأسف كنا ننتظر منك أن تزف لنا البشرى الصارة ولكن تجري الرياح وبما لا تشتهي السفن هزيمة غير متوقعة متوقعة وقاسية كانت للمنتخب الوطني اليوم أمام إيران جلال الكل كان يعلم بأن مصير المنتخب المغربي في هذا المونديال سيتحدد بشكل كبير بعد مباراة إيران المنتخب المغربي سيطر على جميع مجرية هذه المواجهة المنتخب المغربي أتيحت له العديد من الفرص أضعها برعونا المنتخب المغربي خرج خاوي الوفاد من هذه المواجهة سفر نقطة وهزيمة يعني ربما يعني تجهد على حضود المنتخب المغربي في هذا المونديال هناك يعني الكثير ما يقال حول هذه المواجهة حول الأخطاء ربما اللي ارتكبها بعد اللاعبين المغاربة وخصة ربما إيرفغونا الناخب الوطني الذي يعاب عليه ربما بعض الأخطاء في تعامل مع هذه المواجهة دخولوا بيعني تشكيلة هجومية ربما لم يحترم فيها خصوصية الخصم مع التغييرات كذلك خصة ربما دخول أمر بط بدل أخيه في الشوط التاني والارتكب الخطأ اللي جاء يعني على إترو هدف فريق إيران بن إيران صديقة هدف اللاعب بهادوز نتيجة يعني مخيبة للأمال ونتفهم يعني بطبيعة الحال يعني الغضب الجماهيري بعد هذه المواجهة لكن يعني كرة القدم هي هذه السيطرة لا تعني الفوز نتمنى بطبيعة الحال أن نرى مستوى آخر في المقابلات القادمة ربما الحدود حدود التأهل تبدو ضعيفة لم نقل يعني منعدمة لكن الآن يجب كذلك يعني الحفاظ على ماء الوجه والمحاولة التحقيق بعد النتائج الإيجابية أو على الأقل تفادي نتائج كاريتية فيما تبقى من هذا المونديال يوم عشرين من هذا الشهر أمام البرتغال بموسكو ثم بكالينجراد يوم خمسة عشرين أمام منتخب نعم جلال نعم جلال شكرا جزيلا لك سنعود إليك بعد قليل وتحدثت عن الجماهير وأيضا الحزن الذي عمر ربما في الجماهير المحاضرة سواء في روسيا أو حتى في المغرب أو حتى في أرض المهجر ولكن قبل ذلك يعني عدد كبير جدا من المشابعين مشاهدي برنامى الساعة المونديال على صفحة ميديان تي في على الفيسبوك جمال الدين الجربي أحمد القاضي الجميع وآخرون يتساءلون عن الحالة الصحية المرابط على العموم كما قلنا في بداية الحلقة اتصلت شخصيا برئيس الجامعة الملكي المغربي لكرة القدم فوزي الإخجاع وحدثني بأن مرابط في مستشفى خاص هناك في سان بيترسبورغ يخضع للعلاج خضع أيضا لصور أشعة وهو بحالة صحية جيدة ولكن آثر الطاقم الطبي أن يخضع لمراقبة لمدة 24 ساعة على أن ينتقل إلى مدينة فورونيز يوم غد للاتحاق بكتيبة أصود الأطلس حينها سيتحدد إن كان سيشارك في المباراة المقبلة أمام برتغال أم لا ولكن الأنباء التي تروج عن ارتجاج في الدماء غيبوبة إلى غير ذلك هي أمور لا صحة ده على العموم تحدث زميل جلال من سان بيترسبورغ عن الحزن في صفف الجماهير والفعل الجماهير المغربية مشاهدنا في سان بيترسبورغ صدمتها النتيجة المسجلة في معاشة الجماهير الإيرانية فرحة تاريخية ليس دائما المنتخب الأفضل ومن يفوز لي يا رياضة كنت أتمنى لو تمتعنا بقليل من الحظ ولو لم يسجل المغرب عن نفسه لنتهى اللقاء بالتعادل من ذلك أهداف للأسف خسرنا ولقد كان ذلك محبتا ولكن على الأقل نحن هنا ونستمتع بأجواء المونديار كما أننا سعداء بحضور باللدين فهد إيمان جبور زميلة سابقا في دعا ميليا والصحفي الإعلامية في أبوظبي في سكاي نيوز عربية مستمتعة بحضور على الأقل لأنه فعلا 20 سنة من الغياب كانت طويلة جدا ولكن هذا لا يخفي الحزن في قلوب الجماهير المغربية بطبيعة الحزن وحصرة حتى ربما سيناريو الهزيمة هدف في الوقت بدل الضائع في الدقيقة الرابعة والتسعين ضد مرماك ربما هذا ما لم الإنسان ما يقدرش يهدمه يعني ربما تستقبل هدف في العشر دقائق الأولى أو في نهاية الشوطر الأول وتنهازم تقدر ترجع تقدر لا حتى من كل ما ترجعش ولكن تستقبل ربما تقدر تستغل هدف ما لكن بهذه الطريقة وبهذا السيناريو فكرت معي هدف كهرباء لاعب المنتخب المسرع المنتخب الوطني في الدقائق الأخيرة في كأس المام الأفريق هدف كهرباء نوفل سجل في الدقائق في الدقائق 84 80 وسجل يعني من طرف اللاعب الآن تسجل لدمرماك وبطريقة يعني بهذه الطريقة ربما مسألات تحز في نفس لكن هذه أمور كتوقع هذه أشياء في الحياة يعني الحياة لم تتوقف عند هذا الحد والمنتخب المغربي باقي عنده مقابلتين خصنا شنوك نشوفه خصنا نحل ليس الهدف طريقة لعب المنتخب المغربي اختيارات البشرية هل كانت صائبة هل لم تكن صائبة هذا هو ربما هو لب الموضوع محمد بنوكاس هل كان على رونار الدفع بطيب بدل بحدو السؤال لسعب الحق من الشيخ بطيب بطيب بدلا من بحدو ممكن لديه مباراة أكثر سجل أهدافا أكثر ممكن يبدأ به هو البطيب هذه علامة استفاة ممكن يبدأ به لكن لكن كما قال الكابتن قال على الكعبي الكعبي أربح نقاط أربح نقاط في المباريات الودية خذبه روپير والعب والكعبي ليس لديهم ما كانش خايب راه نعم أنا شكيل فجأة ما دارش مباراة خايب راه تشكيل فجأة سعب الحق جيت المباراة الرسمية الحاسمة وغيرتي على الأقل ثلاثة مراكز هذا هو الله غالب إلا أصدق كلامك استفواد حين قلت أن منديل حديث عن أنه مصاب مع العلم إحنا ما شفهش لحد سعب سميناش ودرار مصاب يعني جهتين يهمتين في المنتخب الوطني ونعود نقول باش نقوله علش ما غاتمشيش بجوش دي الأظهيرة ظهيرين أفأي صارين خين هما يعني كان هناك اختيارات كان هناك اختيارات أشرف الإزعار استبعدوا مثلا من دي زمن شافيق ما مقتنع شبير هناك لاعب هناك ناهيري 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 لاعبوا لكن لاعبوا ما كانش تشكيل ناهيري لكن ما ذكرناها نعود ونكرره أنا نمشي لأنه لما تم استغناء على اللاعب مثلا اللاعب بضربانون شنيت صريحة دي الأغفاء هنا قال لك أنا أخسين دي لعبين لبوليفالون لكن أنا نقدر أيت برناصر يقدر يلعب ليا في الدفع لكن لماذا أنا غادي نمشي بهذا لأنها نفس المشكلة لأنه لما تصاب لك يعني اللاعب المرابط ومتفقدت المرابط في الجبهة الهجومية لكن العطاء دياله يكون أفضل دخلنا ربما تغييرت ليدر هيرفيرونار عنده علاقة مع المنتخد الإيراني لأنه شوف دياله أنه بغي بغي لعب واحد طريقة اللي زعزع لأنه وشف كيف الشي لعب المنتخب إذن هنا السؤال المطروح مني تتلعب واحد المباراة وش تتحاول أنت تلعب بطريقتك وماشي شغلك في الخصم بحالي تتدير سبانيا والبرتوغال إلى أخيره ولا تتدير حسابات أخرى وهذا ربما تيخلق لك مشاكل لأن هذا سؤال المطروح يمكن تبني طريقة اللعب ديالك والدخل اللاعبين اللي ربما ما عندهم مش نشي جام لأن فارق الخصم عنده وكذا وعنده وكذا إلى أخيره إذن هنا تتلعب على الخصم وإن كان وكانت إيران يمير تناقض كلامك لأنه إيران رفضت اللعب وبالتالي أي عناصر ممكن توصلك بشكل مبكر لمناطق جزاء إيران كانت ستمنحك النجاة الهجومية وتسجيل الأهداف ولكن نحن نقولها مرارا وتكرارا منذ مروان الشماخ يعني هداء في المنتخب الوطني لمدى سنوات كان مسجلنا سبعة عشر هدفا ونحن نتحدث عن لاعبين وصلوا لأكثر من مئة هدف مع منتخب بلادهم ولازالوا يمارسون نعود مجددا لسان بيترسبورغ مع الزميل جلال بوزرارة يعني جلال الهزيمة أمام إيران ربما أدخلت المنتخب الوطني لغة الحسابات المعقدة بداية ما كانتش متوقعة بالنظر لقيمة العناصر الوطني وأيضا خبرة أيرفي رونار في المباراة الحاسمة في طبعات الحالة النحس وسوء الطالع يطارد مرة أخرى وسود الأطلس هدى الهزيمة اليوم في آخر توانية اللقاء أمام إيران وبين إيران الصديقات تذكروني شخصيا يعني بكابوس آخر عشرة لا إقاع كرة القدم المغربية الإقصاء من الدور الأول في آخر مونديال شارك فيه المغرب بعد فوز عريض ثلاثة الصفر في سن تيتين أمام مسكوت لاندا لكن في نفس الوقت يعني كانت هناك نتيجة جد جد مفاجئة هزيمة البرازيل أمام النورفيج بهدفين لهدف واللي حتى اليوم هذه هي الهزيمة الوحيدة في تاريخ مشاركات البرازيل في الدور الأول في المونديال آخر دقائق اللقاء كانت كذلك يعني قاسية بالنسبة لمنتخب المغربي في مشاركته في مونديال السوء 80 هدف لوتر ماتيوس يعني أقصى المنتخب المغربي في دور التوم النهائي إذن المنتخب المغربي اليوم يعني أجهد لحضوضه في التأهل للدور التانيس ستكون مهمة جد 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 صعبة المنتخب المغربي الآن ولاعبين المنتخب المغربي يعني يجب عليهم نسيان تماما هذا الكابوس هذا السيناريو يعني الصعب والصعب جدا أنهم يتقبلوه لكن هذه هي كرة القدم كل شيء يعني ممكن في كرة القدم الآن يجب مرة أخرى أننا نخرج يعني الكالكولاتريس ونشوف السيناريوهات اللي من خلالها يمكن المنتخب المغربي يتأهل لكن تبدو يعني الأمور قد حسمت فيما يخص هذه المشاركة نتمنى نتمنى أن أسود الأطلسي كذبوا كل التوقعات ولماذا تحقيق إنجازات في ما تبقى من مباراة الدور الأول ضد البرتغال وضد إسفانيا نعم جلال جلال بدأ متسائم أول مرة كنتشوف جلال متسائم قد لك الأمور حسنت لكن الطريقة صحي لا ربما نتشائم عندما نرى المباراة التالية على الورق على الورق عندما نرى المباراة التالية بين المختخبي الإسفاني على الورق ربما لماذا الجمهور المغربي متحسر متحسر لأنها المباراة هذه هذه الأقل أسهل بش نربح هذه يعني تتربح هذه ومبعد تجيري الماتش تيالك مع البرتغال كما تريح اليوم نقصت الحظوظ اللي عندك نقصتها بسبعين بالمئة سعد حقر المباراة الثانية انتهت بالتعدل الإيجابي مباراة إسبانيا والبرتغال وما تنساوش إسبانيا في مونديال البرازيل ماذا فعلت تشيلي بلاروخة وخرجت من الدور الأول يعني لدينا تجارب في عدد من المنتخبات كل شيء ممكن عندنا ابن عطية يعني سبق العمار وعموس وعندنا يعني كين إمكانية ونشؤون والمنتخب تونسي أحراج المنتخب الإسباني البرتغالي لا البرتغالي الإسباني عفوا نهزم بهدف في الأنفاس الأخير كين إمكانية على المهم عنشي للتقرير فؤاد نسمح لي لأن الوقت يداهمنا ولكن قبل ذلك أقرأ ترشول عبد الرحيم يقول المشكلة في العمق الهجومي يوسف العربي لاعب متألق ظلمه رونار وظلمه الإعلام وظلمته الجماهير نوفى لكل واحد الآن اللي غيرت حدث على العربي اللي غيرت حدث على أزارو اللي غيرت حدث على أناجم اللي غيرت حدث على لاعبين آخرين الآن تم الاختيارات وقعات نقول بقناعات وحتى إغفغونا قال لك أننا سنلعب 16 لعب يعني لكن كإنسان ربما إغفغونا أن منافسة كهذه تجيب معها الجديد والجديد وشفناه هو الإصابات لأن يصاب لك ضرار يصاب لك بعد ذلك في وسط المباراة يصاب أيضا لعب المرابط إذن هل لديك قطع غيار هل لديك سيناريوهات متمنى فؤاد أنه يكون يعني أكيد الناخب الوطني قلنا كما قال سيومير أنه عنده دوبلي في كل مركز وبالتالي سيحتاج لعبين يرجع لعبين آخرين ربما يغير التشكيل أمام برتغال كل شيء ممكن على العموم المقاهي المغربية مشاهدين امتلأت بأنصار الأسود لمتابعة قمة إيران وتفعل الأنصار مع هجمات المنتقب الوطني وتسييده للقاء لأن هدف بوحدوز في آخر الأنفاس أدخل الإحباط لقلوب الجماهير التي كانت تمنى النفس بخط حروف الانتصار في بداية المشوى ببرتاج لسحر أميمون وسليم عكي من مدينة القونج في أول مباراة له ضمن فعاليات كأس العالم روسيا 2018 يعود المنتخب المغربي محبطا أمام الهدف الذي سجله المنتخب الإيراني في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت الأسود بنظيرهم بالجولة الأولى من المجموعة الثانية ما حرفه مش لحد مغريب لعب حسنة ولكن ما حرفه مش لحد مغريب لعب يصرح نحن في الأول كنا بثنين نربحوا نحن ونحن في الأخر نحن في الشكل ما سوقناها بالرغم من النتيجة غير المتوقعة تابع المغاربة هذه المباراة في أجواء كلها حماس وروح رياضية حيث نقلوا حماس الملعب بروسيا إلى شوارع المملكة الجمهور هنا بأرض الوطن شجع المنتخب المغربي وكله أمل في تحقيق ما غاب عن المغاربة منذ عشرين سنة الماتش كان زوين ولكن في الأخر أخرج عليهم ذلك اللاعب صوتنا شبح والحماق في الأخر خسروا لعبوا مزيان والدفع كان مزيان وتدقيق الأخرى لا سعدنا لحد ولكن إن شاء الله نتمنى الماتش الجاي يكون أحسن إن شاء الله المهم كالماتش في المساوى عجبنا الحال ولكن هنا ديك وراء بين الإحباط والأمل يظل المغاربة متشبثون بحب المستديرة والمنتخب المغربي معلنين مساندتهم للأسود في جميع مراحل المنافسة التي سيحققونها ضمن فعاليات كأس العالم روسيا 2018 أتمنى ذلك السعب قادر يومير بما أنه ربورتاج من مدينة القنيطرة الجمهور القنيطري شغوف بكرة القدم فما بالك إذا كان المنتخب الوطني اللي لاعب في مونديال وفي يوم جمعة وفي يوم عيد فما أدرك ما كيف كان الحال عليه في المقاعد أعتقد أن الجمهور المغربي يعني استمتع بهذه المباراة رغم أن النتيجة ربما ما كانش في صالح المنتخب ولكن أعتقد أنه شافت قريبا 90 دقيقة أو 94 دقيقة كيف ما كان الحال مع المنتخب الإيراني كان أفضل منه بكثير كانوا أفضل وكان يعني كان تطقصنا المنتخب الوطني صراحة كان تطقصنا هدف يعني كرة بن عطية كون دخلت كون هي إيران خسرت ربما بثلت أو كرة زياش والكرة زياش شوف ثانية ربما كان تغير مفاهم كون سيت واحد سيد تألق بطريقة رائعة جدا في إبعاد كرة المهاجم الإيراني الخطير تصدى لكرة في مناسبتين ذكرنا بادو الزاكي في المونديار على العموم إذا كان يعني كاميرا ميدي أن تيفي متابعة في القناترا وكان متابعة أيضا في الديار الإسبانية ونتابع بعض التصريحات الجمهير المغربي في إسبانيا وأيضا مدينة فورونيزا روسية والتي وصفت نتيجة مباراة إيران بالنكسة لأن أكدت وقوفها خلف الأسود في الضراء قبل السابق تجل علينا هذا في الدقائق الأخيرة وانكورة هي هذه تسعين دقيقة دائما هي اللي كتلعب ما كتلعبش ما كيلعبش اللي كيستحوض على القرى ولا وكتهم النتيجة في الآخر وعلى أين وهمتفرجنا في الماتش وناسوا عاداء بعدها وغير مشاركة رأة المشاركة كتهم أفلوا لدي الماتش كنا تنتمنى ويكون تكون شيء أداء زوين وتكون شيء أداء بس ندخلوا بإيران من بعد نعص الماتش ولكن الغالب الله وكما ديما نحن كنا ديما نسلنا ونكسة ويجاد الحمد لله ومو الأربي نسلنا ونمازجل بورتغار بحبشي ثلاثة والأربعة إن شاء الله لحد ما حالفش المنتخب دينا هذه المرة ولكن نتمنى ولولحد إن شاء الله في المرة جاية مع أنه لعبم زيان لعبم زيان ولكن مرة أخرى إن شاء الله مع ذلك دايما شجوع المغرب وديما ديما المغرب في فلو مارك ديما إنه كنا نسلنا من المغرب مهما لعبم زيان بساكل نسلنا وأكتر ويمركي وأهداف أظن الآن يعني الأمور يصعبت عليهم بصحة أحب الوطنة ديما يوقف القلب وخال خاصة عارة صد ما تال دقيقة الأخيرة نتمنى المنتخب لحد مع إسبانيا والبرتغال لعبم زيان ولكن ما حالفه مش لحد مش مسكي فيفا موروكو في أي حال خسروا ولا ربحوا ديما مغرب هدية كرة القادمة صراحة لي لا يسجل فرص ويتلقى هدف صراحة المنشخ مغربي يحاول منشخ إيراني يلعب بطاكتيك دافع دافع وسن محاولة ديالله جاشه وضربة خطاع الطاق يقل خرار الساغل صراحة بقتل بورتوغال وبقاش إسبانيا منتما أغلبتش إيران إيران كنا نقوله أنه ساعدين غلبوها مجموعة هذه ولكن دابا قاو فرق صعبة لما يمكن شغل بها بورتوغال عندها كريسيانو إسبانيا مدججة بالنجوم جينتا في الآخر تقول لنا يعني ما بقاش أعمال أو آتش اللي نجاوب مروكو راموس ني كريسيانو ني راموس ني راموس هلوح السمهور المغربي في روسيا أنا بغيت غنبول كريسيانو كين داخل اليوم أن رونار لعب على الفوز حتى الدقيقة الأخيرة لأنه ربما في واحد الحالات ربما كان ينكمش ويلعب على التعادل ما بغاش يلعب على التعادل مزعبش ربي مزعبش ربي تيسير ولكن من تصريحات اللي شفنا من الرابورتاج اللي شفنا الجمهور المغربي متقف كراويا وللا سعب صحيح جدا صحيح لأنه يتنفسوا به الحاجة الوحيدة يتنفسوا به وكانت تشجيع أيضا المنتخب بالرغم من صريحاتي هناك لا تفاؤل تفاؤل والمغاربة المنتمين لحد الثمار ليست نهاية العالم للوطن وللأسو إذن مشاهدينا الكرام نهاية البث على شاشة ميديان تيفي وأيضا على مواجه داعة ميدي آر راديو ولكن سنرافقكم في نصف ساعة أخرى بإذن الله بعد فصل قصير على صفحة ميديان تيفي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك لا تذهبوا بعد اشتركوا في القناة